أنهت شركة بلو أوريجن بنجاح رحلتها المأهولة الخامسة إلى الفضاء التي حملت ستة أشخاص إلى الفضاء بينهم كاتيا إشازاريتا أول سيدة مكسيكية المولد تطير إلى الفضاء وهبطت الكابسولة وركبها ستة في صحراء تكسس بعد رحلة قصيرة مدتها عشر دقائق صعدت إلى مائة وست كيلومترات فوق مستوى سطح الأرض تأتي الرحلة في الوقت الذي تتنافس فيه شركات خاصة للفوز بعقود السفار إلى الفضاء